ارتفع حجم الإرادات الحكومية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة ثمانية في المئة حيث بلغ مليارين وثمانمائة مليون دينار مقابل مليارين ونصف المليار دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره مئتان وست ملايين وثلاثمائة ألف دينار وأرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع إلى زيادة الإرادات الضريبية بنسبة سبعة في المئة لتصل إلى مليار وتسعمائة وواحد وتسعين مليون دينار والاقتطاعات التقاعدية أربعة واثنين في المئة لتبلغ سبعة ملايين وأربعمائة ألف دينار والإرادات غير الضريبية ارتفعت بنسبة خمسة في المئة لتبلغ ثمانمائة ومليون دينار وأظهرت البيانات المالية ارتفاع الإرادات الضريبية المحصلة على الدخل والأرباح بنسبة ثلاثة عشر في المئة وذلك نتيجة ارتفاع الإرادات المحصلة من الشركات والمشاريع بنسبة سبعة عشر في المئة وتراجع المحصلة من الأفراد بنسبة ستة في المئة كما ارتفعت الإيرادات على الضرائب على المعاملات المالية من بيع العقار بنسبة 4.5% والضرائب على السلع والخدمات بنسبة 5%